أعلن صندوق تحيى مصر عن تمويل أكثر من سبعة ألاف وثلاثمائة مشروع لتمكين المرأة المعيلة بمائة وثلاثة عشر مليون جنيه ويأتي التمويل ضمن برنامج مستورة الذي أطلقها الرئيس أو أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حياة كريمة للمعيلات ويستهدف البرنامج كل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت ويتروح عمرها ما بين 21 عاما إلى 60 عاما ليساعدها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتنهية الصغر وتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع